أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على التوجيهات الرئاسية بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء قال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المتواصل ببناء القدرات وتدريب الكوادر في العديد من المجالات إن الدورة دي ملايش دورة تعليمية ولا دورة بتاخذ في شكل التدريب المباشر إحنا عملنا دورة قبل كده ونجحت جدا وكانت تأثيرها قوي جدا لدرجة أن أفعق في أفريقيا طلبوا إن إحنا نعيد الدورة دي بقى مرتين في السنة أوهير وخلافها إحنا نقدم رؤية مصر كماشرعات كماشرعات على كل المستوى كل الكطاعات وده اللي بيخلي ناس بتبقى شايفة الحاجة من منظور الخبرة الكبيرة التي تعملت أو النجاحات التي تعملت في مصر يجب علينا أن نطبق المدلس المصري أو النظرية المصرية في بلادنا الأفريقية فإن دل على شيء يدل على الاحتمام الحكومة المصرية بقضايا الأفريقية وده الدورة الأكيد أن نتعلم منه حاجات كثير أنه شبنا أنه أكيد التوقعات بتينا أن نتعلم عن استراتيجيار بتالتنمية في كل المجالات البرنامج والله برنامج جميل يتحدث عن ديجيتاليزاشن عن إيميغريشن عن كثير سبجيكت ونحن نشكر الدولة الجمهورية العربية المصرية والوزارة الخارجية والوزارة التنمية المحلية للدعوة والبرنامج والله برنامج جميل جدا نشكر أخواننا المصريين للدعوة